اهلا بكم وابراج هذا اليوم الاربعاء الموافق السابع من حزيران يونيو 2023 طبعا الان القمر في برج جدي بدلة 29 انتهى تأثيرة واصبح تأثيرة لصالح برج الدلو اذا اليوم اكو نقطة مواجهة اصنح القمر مكان القمر موقع القمر مع كوكبي الزهرة والمريخ هذه الزاوية صعبة ستؤثر على الجميع لكن الذين سيتأثرون بها تحديدا وبشكل مباشر هم الاسد الدلو ايضا العذراء وايضا الحوت وبالتالي خلينا ندخل الى مولود هذا اليوم يحمل الخارطة الرقمية 7-5-7 هذا المولود مزاجي صعب ان تقنع هذا المولود بآرائك دعه يقتنع كما يريد لكن ابعده عن الاشياء اللي ممكن ان يكون له فيها ادمان وبالتالي ان تعرف بهذا المولود ربما اذا كنت قريب منه خلينا نروح الى توقعات الابراج الحمل وضع جيد وضع ايجابي مزاج رائق هذا اليوم لدينا القدرة الفرصة في تحقيق انجاز وايضا هذه الزاوية تخدم اصحاب برج الحمل في الانتقال الى اوضاع اكثر ايجابية الثور هذا اليوم في حالة شد واضح تماما يبدو الثور هذا اليوم فيه نوع من التعطيل سواء كان هذا التعطيل في الجانب العائلي او في العمل او في يعني اماكن عامة في تواجده لذلك عليك ان تكون حذر وان لا تستنزف عصابك هذا اليوم الجوزاء تبدو بحالة رائعة جدا وايجابية وقت مثالي مميز للسفر للدراسة للانتقال الى اكثر من جانب وبالتالي هي نقطة مميزة عليك ان تستفاد منها وتستثمرها وخصوصا في مجال الدراسة والسفر وايضا اذا رغبت في الانتقال الى سكن جديد السلطان نبدو ايضا نخرج تدريجيا الى وضع افضل لكن علينا ان نحتاج الى وقت كي يعني يتم التشافي من هذه الضغوط وكي ايضا الموجة الذبذبية تشغل الحيز اللي ايجابي وليس السلبي اذا نحتاج ربما الى يومين فبالتالي تكون الامور افضل الاسد هذا اليوم تبدو بحالة سلبية جدا حالة مواجهة هذا اليوم التقلبات يعني تظهر واضحة جدا في ادائك سواء كنت في البيت في العمل في الاماكن العامة حذاري جدا اليوم من ان تنفسخ علاقة عاطفية او تنتهي بفشل دريع يعني حذاري هذا اليوم انه ان نبرم اتفاقية مالية ليس هو لغة المثال لذلك علي ان ننتبه لهذه النقطة العذراء وضع ينذر بمواجهة او صعوبات عائلية او مشاكل عاطفية او مشاكل مالية او مهنية لسنا مؤهلين هذا اليوم لادارة الامور في الجانب الاداري والمالي وبالتالي علينا ان نتجنب وندخل ايضا في جانب ترويحي ونراقب الامور عن بعد ولا نضع انفسنا موضع الانتقاد الميزان يعد من الاوضاع الجيدة الايجابية المميزة حيث يلعب الحظ دور واضح لنا في هذا الموضوع وايضا ما ننسى نذكر انه هناك دعم يصلكم ماليا او وظيفيا او مهنيا ومع ايضا مزاج رائق عليكم ان تستثمروا لهذا الوقت تحديدا العقرب يبدو هذا اليوم هناك شد او قد نحاول ان نقوم بتغييرات لكن تبدو الامور يعني واقفة في مكان لا تتاع زحزح وعندما نرى الامور بهذا الشكل علينا ان نترك الامور تسير كما هي في مجال الدراسة ننتبه مركز مذاكر كثيرا هذا اليوم وان لا ربما نعيد ما قرأناه قبل الامتحان بدقائق فهذا قد يكون مضرعكم اصحاب برج القوس في اجواء جيدة وتعد مثالية هذا اليوم مثالية اقصد انه في مجال السفر مثال في مجال علاقات هذه كل هالامور تكون ايجابية ومميزة وواضحة عليكم ان تستثمروا على ابعاد نقطة الجدي نذهب هذا اليوم بتجاه تأدية وظائف جديدة او متطلبات ربما جديدة قد نشعر بضغط المال كثيرا والبعض ربما يحاول ان يدخل في شراكة مالية مع الاخرين لذلك ننصحك وليس الوقت المناسب لذلك انتبه اصحاب برج الدلو هذه الطاقة اليوم اللي احنا بها طاقة رائعة جدا وعالية جدا مميزة جدا لكن قد ندخل ربما قد نذهب بعيدا في الانتقاد للشريك العاطفي وهذا اليوم قد ايضا قد نفاجأ برد فعل سلبي من الشريك وربما قد نرفض ايضا في مجال العاطفة لذلك ننتبه لهذلك وان لا نأخذ الامور بمغالاة اخيرا اصحاب برج الحوت وضع ليس مريح هذا اليوم بدنيا نفسيا مزاجيا عليكم ايضا ان تقننون وتقللون حركاتكم لهذا اليوم ونكتفي بالمراجعة بالتخطيط كي لا نعرض انفسنا الى مشاكل او صعوبات وايضا يبدو الجانب الصحي مهم جدا خلال هذه الفترة وعلى جميع ان يعمل ربما ايضا يعني فحص شامل كي يتجنب ربما بعض الصعوبات لاحقا اكيد الله عالم بذلك مشاهدين اعود للزملاء لكن بعد الفاصل